موسيقى طابة أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية والمفصلة من قناة الغد المشرق نستهلها معكم بأبرز العنوين موسيقى مقتلوا وإصابة عدد من المواطنين في قصف عشوائي لمليشيات الحوثي على تعز ومأرب موسيقى بسبب حرب مليشيات الحوثي ونقص التمويل تحذير أممي من نقص المساعدات الإغاثية لأكثر من 11 مليون مستفيد في اليمن موسيقى المواطنون يشكون من ارتفاع أسعار البنزين في الصنعاء ويؤكدون أن سعر الصفيحة بلغ 39 ألف ريال يمني موسيقى أهلا بكم شنت مليشيات الحوثي قصفا صاروخيا على القرى السكنية جنوب محافظة مأرب وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات شنت قصفا صاروخيا على القرى السكنية في منطقة الوسعة شمالي مدرية حريب ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين ولم تنتج عن ذلك أية خسائر بشرية أصيبت أم واثنان من أبنائها بشضايا قضيفة لمليشيات الحوثي في منطقة العبدلة بمدرية مقبنة غرب مدينة تعز وأفادت مصادر محلية أن قضيفة للمليشيات الحوثية استهدفت منزلا في منطقة العبدلة نتج عنها إصابة الأم وأثنين من أبنائها أحدهما بوترت يده وأصيبوا بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج كما أصيبت الأم بشضايا في رأسها ما أدى إلى فقدانها أحدى عينيها أعلن التحالف العربي عن تنفيذ أحدى عشرة عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في حجة خلال اليوم الأخير وأوضح التحالف أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير ثماني آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية أفشلت وحدات من القوات الجنوبية محاولة تسلل للمليشيات الحوثية باتجاه وادي بلدة مرخزة جنوب قطاع الفاخر شمال الضالع وأوضح مصدر عسكري أن مجموعة من عناصر المليشيات حاولت تنفيذ عملية تسلل وسط الوادي ولكن سرعان ما تم رصدها والتعامل معها بشكل مباشر بالأسلحة المتوسطة لتجد العناصر المتسللة نفسها محاصرة وسط النيران ما أجبرها على تراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح تمكن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي من انتساع 1350 لغم سرعة مليشيات الحوثي في مختلف المناطق وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع مسام حتى الآن حوالي 323 ألف لغم سرعة المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء حذر برنامج الغذاء العالمي من نقص المساعدات الإغاثية لأكثر من 11 مليون مستفيد في اليمن بسبب حرب مليشيات الحوثي وزيادة الفجوة التمويلية في عامي 2021 و2022 في اليمن تزداد المعاناة بشكل يومي وتزداد معها مآسي الشعب اليمني فبحسب برنامج الغذاء العالمي فإنه بسبب الفجوات التمويلية في الأعوام الأخيرة تقلصت المعونة الغذائية بشكل كبير وخفضت الحصص الغذائية إلى النصف لما يقرب من ثمانية ملايين مستفيد بدءا من نهاية العام الماضي حيث يحصل هؤلاء على حصة غذائية كل شهرين بدلا من الحصص الشهرية وحذر البرنامج من أن المزيد من التخفيضات في المساعدات لا مفر منه في حال استمرار نقص التمويل وإنه في شهر مارس قد يحصل مليون شخص فقط على حصص غذائية كاملة من إجمالي 13 مليون مستفيد من برنامج الأغذية العالمي في اليمن هذا وقد حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دافيد بيزلي خلال زيارة قام بها إلى البلاد من أن اليمن يتجه نحو كارثة إذ ينضب التمويل الإنساني ما اضطر البرنامج لتقليص المساعدات الغذائية لملايين الأسر مشيرا إلى أن الأوضاع الآن أسوأ ما يمكن لأي شخص تخيله وكان بيزلي التقام مع مسؤولين في الحكومة كما أمضى وقتا مع العائلات في المستشفيات ومراكز توزيع الطعام إذ يعاني البعض من مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وأضاف أن البرنامج يحتاج 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص أعلنت الميليشيات الحوثية عن تتشيني ما اسموه باللجنة الرئاسية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة وتقوم هذه اللجنة بالحج على ممتلكاتهم والتي تمثل مرحلة جديدة من تكريس ثقافة العنف والصراع التي تنتهجها هذه الميليشيات في مناطق سيطرتها سياسة تعصفية ومنهجية ليست بجديدة في قاموس الميليشيات ولكن هذه المرة فقد أوصلتها الأخيرة إلى مستويات متقدمة من تكريس ثقافة العنف والصراع التي تنتهجها الجماعة الخارجة عن القانون بحق أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها فقبل أيام أعلن الحوثيون رسمياً عن تتشين ما اسموه اللجنة الرئاسية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة حملة الحجز التحفظي على ممتلكاتهم بغير وجه حق وبالأخص من أبناء محافظة دمار وقالت مصادر محلية أن هذه الحملة تعتبر كبداية لحملة كبيرة ممنهجة تستهدف سرقة كل ممتلكات المناوئين لها أو الملتحقين بصفوف الحكومة الشرعية واعتبر باحثون سياسيون يمنيون أن الإجراءات الحوثية الأخيرة التي شملت إطلاق حملة لمصادرة ممتلكات المناوئين للحوثي والبدء بعملية تجنيد إجباري في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة دفع لمستوى جديد من تكريس ثقافة العنف والصراع التي تنتهجها الميليشيات الحوثية مستفيدة من طول فترة الحرب وعدم القدرة على حسم المواجهات العسكرية معها مضيفين أن التجنيد الإجباري نتيجة طبيعية لسلوك هذه الميليشيات وفكرها باعتبارها جماعة قائمة على الحرب والقتال وفق مبادئها القائمة على تكريس العنف وتمثل هذه المرحلة الجديدة من التصعيد الحوثي على النطاق الداخلي في الإسهام بالتعميق لانقسام المجتمعي في اليمن وتعزيز القبضة الحديدية للميليشيات المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها وفي صنعاء أيضا أكد مواطنون أن أسعار البنزين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة مشيرين إلى أن سعر صفيحة البنزين بلغت تسعة وثلاثين ألف ريال يمني في ارتفاع هو الأعلى منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على البلاد في ارتفاعات غير مسبوقة تجاوز سعر قالون البنزين عشرين لتر في السوق السوداء التي تديرها ميليشي الحوثي الإنقلابية في صنعاء ومناطق سيطرتها أكثر من تسعة وثلاثين ألف ريال مع انعدامه في المحطات الرسمية جاء ذلك بحسب تأكيدات من مواطنين وسكان في مدينة صنعاء والذين أشاروا إلى أن سعر صفيحة البنزين عشرين لتر بلغت تسعة وثلاثين ألف ريال يمني في ارتفاعا هو الأعلى منذ انقلاب الميليشيات على البلاد أواخر عام 2014 وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الإنقلاب للشهر الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي وارتفاعا في أسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية وسط اتهامات لسكان وملاك المحطات للميليشيات بافتعال أزمات المشتقات النفطية والتسبب في مضاعفة الأعباء على المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية وترافقت هذه الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير للسوق السوداء التي ارتفعت أسعار الوقود فيها ارتفاعا قياسيا وتديرها قيادات في الميليشيات مع احتجازها وبحسب المصادر المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب واحد رموت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها صنعاء في السياق نقلت مواقع إخبارية موالية لميليشيات الحوث الإنقلابية عن مصادر محلية أن الميليشيات ترفض السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بعبور مدينة الحزم باتجاه صنعاء الأمر الذي فاقم من أزمة الوقود في المحافظات الخاضعة للإنقلاب في مقابل انتعاش كبير للسوق السوداء التابعة لقيادات الإنقلاب هذا وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي مؤخرا أن الميليشيات يخلقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية جدد المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه ومساندته للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في العاصمة عدن في مساعيها الحثيثة للتغلب على المشكلات التي تواجهها وفي مقدمتها المشتقات النفطية وتدهور سعر صرف العملة المحلية وشدد المجلس الانتقالي في اجتماعه الدوري على ضرورة تحمل حكومة المناصفة وقيادة البنك المركزي مسؤولياتهما في تأمين المشتقات النفطية ووقف تدهور العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية كما ناقشت الهيئة عملية تفعيل الحوار الوطني الجنوبي في الداخل بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذها المجلس لمواصلة الحوار الوطني الجنوبي على مستوى الخارج اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من وزارة الكهرباء على الخطط التنفيذية المزمن لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء الخاصة برفع مستوى التوليد ومواجهة الصيف القادم وأكد رئيس الوزراء أن الجميع نفذ الواجبات والمهام المناطبهم مشيرا إلى أن تشخيص المشكلة بات واضحا والوقت الآن للمعالجات الحقيقية التي تنعاكس على تحسين أداء الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين وخلال الاجتماع تم استعرض خطط رفع التحصيل ومعالجة الربط العشوائي وغيرها من الإجراءات المرتبطة بأداء شركة الكهرباء ماليا وإداريا حذر البنك المركزي اليمني جميع المواطنين من إيداع مدخراتهم لدى الصرفين نظرا لما في ذلك من مخالفة قانونية صريحة ونوه البنك المركزي لأن كثيرا من تلك المنشآت والشركات معرضة للإنهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة وشدد البنك على ضرورة الاتعاض من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بالتحذيرات السابقة هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير تنظيم النسخة الثانية والعشرين من المعرض العلمي في المكلة أهلا بكم من جديد انطلق بمدينة المكلة معرض علمي للوسائل التعليمية للفاصل الدراسي الثاني في نسخته الثانية والعشرين هذا المعرض نظمه مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين في مدينة المكلة في نسخته الثانية والعشرين معرض علمي للوسائل التعليمية للفاصل الدراسي الثاني المعرض نظمه مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين في مدينة المكلة سرت بهذا العرض الممتاز والرائع لأنه من ذوي أصحاب الهمم العالية طبعاً هذا يتميز خير من ما يتميزه الأصحاب الإنسان الصحيح والإنسان الطبيعي هذا ما يعطي نموذج رائع واهتمام بمركز النور متمثلة في شروع السنائل العمل وهذه الأنشطة التي قررتها وزارة التربية والتعليم إنما هي لصقر مواهبهم وتشجيحهم وتحفيزهم وتعريف الناس بما يقدمون هذه الفئات أركان عدة اجتمل عليها هذا المعرض ضمت رياض الأطفال ووسائل التعليم الأساسي والثنوي إضافة لأركان التجارب العلمية والحاسوب والأعمال اليدوية وغيرها من الأركان شاركتنا اليوم نحن قسم الكوفير قسم حنة طبعاً معنا طالبات صم ويعاقة يعني هذا مشاركتهم كيف نرويهم بديل الزيوت الطبيعية وحياة الصناعية من الطبيعية يعني نعلمهم كل شيء هم مشاركهم ومشاء الله تبارك الله عليهم يعني أحسن شيء عندهم دي تحس مشاء الله المشاركات ونستطيع سقل مواهبهم تقديمهم للمجتمع دون خجل دون شعور بالإحباط دون شعور بأنهم أقل أو دونية من أحد وهذه جاءت في وقتها هذا المعرض العلمي عكس مواهب الطلاب في مركز النوري للمكفوفين وتدريب المعاكين أهمية هذه المعارض تكمن في تطوير قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار عيد روس الخليفي لقناة الغدر المشرك أما الآن مشاهدين نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستردات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن الوضع لا يسمح بتخفيف قيود كورونا بشكل أسرع وأكد الوزير الألماني أنه لا ينبغي للألمان أن يعتقد أن الجائحة انتهت فعدد الإصابات اليومية الجديدة لا يزال مرتفعا جدا وأضاف أنه ليس لديه أي مجال على الإطلاق لرفع القيود بسرعة ولا يمكن قبول أن تكون الوفيات بين 200 و300 حالة يوميا تقترب عدد الوفيات العالمية بفيروس كورونا نحو 6 ملايين حالة فيما بلغت عداد الإصابات أكثر من 436 مليون حالة هذا ومزالت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالميا من حيث عداد الإصابات والوفيات تليها الهند في المرتبة الثانية ومن ثم البرازيل وفرنسا وبريطانيا ويأتي ذلك في حين تواصل فيه دول العالم تخفيف إجراءاتها الاحترازية والقيود المتعلقة بتنظيم الحياة اليومية للحد من فيروس كورونا ختام هذه النشرة مشاهدين وإليكم أبرز ما جاء فيها مقتل وإصابة عدد من المواطنين في قصف عشوائي لمليشيات الحوثي على تعز ومأرب بسبب حرب مليشيات الحوثي ونقص التمويل تحذير أممي من نقص المساعدات الإغاثية لأكثر من 11 مليون مستفيد في اليمن المواطنون يشكون من ارتفاع أسعار البنزين في صنعاء ويؤكدون أن سعر الصفيحة بلغ 39 ألف ريال يمني لمتابعتنا عبر البث المباشر زروا موقع القناة الغدوية وتابعونا أيضا عبر تطبيق نبض الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر